هنا سواتر قماشية تقطع الشوارع وسط الأحياء السكنية وهنا لافتات إرشادية ولوحات بادر بتثبيتها متطوعون طمن مشروع يهدف إلى حماية المدنيين من رصاص قناصي ميليشيا الحوثي المتربصين بالقرب من المكان خلال خمسة أعوام من الحرب يعيش سكان الكثير من أحياء مدينة تعز بين خيارات كلها سيئة فبعد أن ذاقوا مرارة التشرد والنزوع خلال الأعوام السابقة اختار الكثير منهم العودة إلى بيوتهم ليجدوا أنفسهم من دون بيوت وتحت رحمة الرصاص الذي لم يتوقف على الرغم من أن الجبهات لم تعد تشهد عمليات عسكرية بين الميليشيا والجيش الوطني أحياء عديدة في المناطق الشرقية لمدينة تعز يعيش أهلها أو من بقى منهم تحت التهديد الدائم لرصاص القناصة التابعين للميليشيا منذ خمس سنوات على مرء ومسمع من العالم كله دون أن يثير العدد الكبير من الضحايا قلق المنظمات الأممية والحقوقية اضطر أبناء هذه الأحياء إلى التعايش مع التهديد الدائم للقناصين الذين لا يفرقون بين عسكري أو مدني طفل أو امرأة يقتلون كل ما يتحرك في المدينة بوحشية فاقت كل التصورات في هذه الأحياء التي أصبحت في دائرة النسيان يتناقل الأهالي قصصا مؤلمة عن تعمد قناصية الميليشيا إصابة ضحاياهم إصابات غير مميتة ليتمكنوا بعدها من قتل أكبر عدد ممكن من المسعفين لم يعرف اليمنيون هذا المستوى من التوحش والقتل الممنهج لمجرد القتل إلا مع مجيء ميليشيا الحوثي الدافت في هذا الملف الملطق بالدم والقهر أنه مغيب عن تقارير المنظمات الحقوقية والإعلام الدولي والجهود المبعوث لأمم مارتن جريفث ليظل هؤلاء المدنيون أضحيات على محراب تسويات لا تمنحهم السلامة ولا تضع قاتلهم تحت طائلة المساءلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر